السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع البرلمان الألماني يصوت على قانون العاطرين عن العمل الجديد وهناك ثلاث ميزات حاسمة ومهمة بقانون البوغا قلد ربما لا يعلم الكثيرين بها تكلم بها وزير العمل الألماني هذا اليوم السيد هوبيتوس هايل طبعاً أصدقائي البرلمان صوت على البوغا قلد بمنتصف ظهيرة هذا اليوم وتحديداً قبل لحظات من عملي لهذا الفيديو لكم والآن القانون انتقل إلى مجلس المقاطعات مجلس البندسغات الذي سيحسم أمره بالقانون يوم الأثنين القادم صوت على القانون اليوم بالبرلمان 261 عضو بالبرلمان من ضمن 385 وامتنع فقط 33 عضو عن التصويت لهذا القانون وبذلك يكون القانون قد حصل على أغلبية كبيرة البوغا قلد الذي شرحناه كثيراً بالقناة يحمل ميزات عديدة عن طريق التساهل مع العاطنين العمل ودعمهم ومساعدتهم بالحصول على وظيفة أفضل من إجبارهم على العمل بأي وظيفة هذه أمور شرحناها كثيراً بفيديوهات سابقة المفاجأة هذا اليوم أنه قبل التصويت على القانون كنا نسمع بأنه تحالف المسيح الديمقراطي أو بعض الأحزاب الأخرى مثل حزب البديل وحزب اليسار معارضين لهذا القانون ويريدون يعني عدم التصويت عليه ولكن نتائج التصويت هذا اليوم تشير إلى غالبية كبيرة جداً يعني وافقت على هذا القانون الآن سنركز على بعض من ما قال وزير العمل الألماني هو بيته سهيل يوم أمس بخصوص قانون البقاكل هناك ميزات ربما أغلبنا لم نسمع عنها أو عن بعضها أول ميزة هي بعد أن يفقد الشخص عملي إذا كان عندك مثلاً أصول قيمتها 60 ألف مثل ذهب أسهم سيارة أو مال بالمصرف جنيتها بتعبك عن طريق دفعك للضرائب وإذا كان بقيت أفراد عائلتك كل شخص لديه أيضاً أصول مثلاً للزوجة أحد الأبناء وإلى آخره بقيمة 30 ألف يورو فسوف لا تأخذ منها الدولة شيء لصرفها عليك لمدة عامين هذا هو ما سيكون عليه شكل الباقاكل ثاني فقرة وهي الفقرة الأهم التي وزير العمل هو بيته سهيل يعني أكبر مؤيدين باقاكل قال عنها يوم أمس أن الأشخاص الذين عملوا من أجل شيء كبير بالحياة لا يجب أن يفقدوه ويضربون كل شيء عرض الحائط عندما يواجهون مشكلة وهنا يقول أن الباقاكلت حتى بعد مرور عامين لما الشخص يتلقى مساعدة الباقاكلت لا يجب المساس بمنزله حتى مساحة 140 متر يعني إن كان يملك منزل أو إن كان مؤجر لمنزل وهو كان بطريقة حياة معينة كان أموره جيدة عندما كان يعمل وكان حياته مثلاً عنده منزل كبير عنده بعض الأملاك لا يجب المساس بها حتى بعد مرور العامين هذا نص ما قاله بيتوس هايل ثالث فقرة هي مهمة جداً بقانون الباقاكلت من يحصل على مساعدة الجوب سنتر أي بعد واحد واحد من العام القادم بقاكلت وحصل على تدريب مهني أو على فيتابلدونج يعني لأجل أن يطور نفسه ومهارة المهنية يجب تشجيعه على أن يطور نفسه بمبلغ يصل إلى 150 يورو شهرياً والفكرة هي ليست يعني إعطاء أموال أكثر من دافع الضرائب لمن لا عمل لديه بل فكرة هي أن يحصل الشخص على وظيفة جيدة ومناسبة ولو بشكل بطيء فهي أفضل من الضغط عليه لقبول أي وظيفة حتى لو كانت لا توالمة وبالتالي بعد آم أو عامين يرجع لمساعدات الجوب سنتر يقال أن هذه الفقرة ستساعد بتوفير المزيد والمزيد من العمالة التخصصية الكثيرين سيتشجعون لكي يطوروا نفسهم لأن الدولة ستدعم هذا الأمر أكثر من السابق وسنتابع بالقناة ما سيقرر مجلس البندوزغات بخصوص البوغا جيلد يوم الأثنين القادم موضوعنا الآخر أصدقائي هو موضوع وخبر إيجابي جداً للأطفال بألمانيا بسبب الغلاء والتضخم بألمانيا يوم أمس صحيفة الشبيق الألمانية نشرت تقرير وهذا التقرير يفيد بأن الحكومة الألمانية تريد تخفيف العبع عن الأسر التي لديها أطفال سواء طفل أو عدة أطفال عن طريق زيادة مرتبات الأطفال الكينداجل بشكل غير متوقع حالياً يحصل الطفل الأول بالعائلة سواء كان أبو طبيب أو مهندس أو عاطل عن العمل أي شيء يحصل الطفل الأول على كينداجل بمقدار 219 يورو والطفل الثاني أيضاً نفس الرقم الثالث 225 والرابع 250 يورو تريد الحكومة أن يصبح كينداجل ببداية العام القادم اللي هو 1-1-2023 250 يورو لكل طفل الطفل الأول ومن لديه طفلين سيكون يعني أيضاً 250 وبالتالي 500 يورو ثلاثة أطفال 750 أربعة أطفال ألف يورو الخبر جاء مفاجئ بسبب أن الخطة كانت بالسابق أن يتم رفع كينداجل إلى 237 وهذه الزيادة الشهرية بمقدار 13 يورو جاءت بشكل مفاجئ هذا الأمر سيتم التصويت عليه أيضاً اليوم بالبرلمان الألماني طيب هل الزيادة تتناسب مع موضوع التضخم وتتناسب مع احتياجات الطفل؟ هذا الأمر عليه جدل كبير بألمانيا ولكن الحقيقة الوحيدة هي أن الدول التي تقدم الدعم الكبير لأطفالها بالعالم هي قليلة جداً وألمانيا تعد من أفضلها وأكيد يعني لا يجب على الأهل الاعتماد على الكنداجلد فهي مساعدة تكميلية شيء مكمل لما يجنيه الأهل من عملهم الموضوع الآخر أصدقائي يوم أمس تكلمت عن فكرة بيع شركة الرقائق الإلكترونية الألمانية شركة إلموس إلى شركة مملوكة للحكومة الصينية وقلت لكم أن شركة إلموس التي تعتبر ثاني أكبر شركة تصنع شباه الموصلات بألمانيا هي شركة مهمة جداً للبلاد ولا يجب التخلي عنها أو أعطاها إلى أي دولة أخرى تحديداً إذا كانت دولة محسوبة على المعسكر الشرقي حتى لو كانت تكلفة الإنتاج بألمانيا غالية لأن بكل بساطة بدون رقائق الإلكترونية لا يمكنك صنع أي شيء ومن البديه لألمانيا كدولة صناعية لاستقلال بهذا الأمر وعدم الاحتياج إلى شراء الرقائق الإلكترونية من الخارج وقلت لكم أيضاً يوم أمس أن الحكومة ستصوت على البيع من عدم وفور نشري لفيديو أمس جاء الخبر المتوقع بأن الحكومة الألمانية منعت عملية بيع هذه الشركة إلى الصين لأهميتها ولسبب آخر هو أنه بعد إعطاء ربع هامبورغ أو ربع المنصات بميناء هامبورغ لشركة مملوكة للحكومة الصينية حصلت هواجز كثيرة ومخاوف كثيرة من يعني بيع الأشياء المهمة بالبلاد إلى الدول الأجنبية لذلك حسم الأمر يوم أمس وكان القرار يعني يعتبر إيجابي جداً جداً بألمانيا موضوعنا الآخر أصدقائي انخفاض أسعار العقارات للمرة الأولى بألمانيا ملكة تقرير اقتصادي مهم جداً يبين أن الأسعار انخفضت للمرة الأولى منذ عام 2010 الانخفاض تم تسجيله بالشقق السكنية بالمنازل يعني بالهاوسات وبالعقارات المكتبية وحتى بأسعار المحلات المحلات تحديداً يعني إيجارها الكالت ميتا انخفض بشيء معين نتيجة هذه الدراسة هي بيانات تم جمعها من حوالي 700 بنك بألمانيا وملخص الدراسة أن النمو بسوق العقار قد وصل لنهايته وأن الاتجاه الحالي والمستقبلي سيكون اتجاه نزولي بدلاً من الاتجاه التصاعدي والأسباب حسب الخبير المصرفي والعقاري ينس تولك ميت هي التضخم وارتفاع سعار الفائدة هذه الأمور جعلت البناء يصبح مكلف جداً وغير مجدي لأن كما تعرفون تقريباً كل عمليات البناء وتقريباً كل عمليات شراء الشقق هي عن طريق القروض المصرفية التي كانت لمدة طويلة يعني قروض بفائدة شبه صفرية البنك المركزي الأوروبي والبنوك الألمانية رفعوا أسعار الفائدة لمن يريد قرض لأجل أن يتم كبح جماح التضخم فالتضخم هو أموال كثيرة بالسوق والمواد الأولية تكون مرتفعة الثمن سواء الغذاء مواد البناء وإلى آخره بنفس الوقت تقول الدراسة أن أسعار الإيجارات الباردة ارتفعت بشكل كبير يعني رغم انخفاض أسعار العقار بشيء معين يعني لأول مرة بهذه الفترة والأسباب لارتفاع أسعار الإيجارات هي بسبب يعني قدوم الكثير من اللاجئين من أوكرانيا بفترة قياسية صغيرة بالمقارنة مع موجات اللجوء السابقة بالإضافة إلى غلاء تكاليف البناء وانخفاض عدد الشققة الجديدة التي يتم بناءها وتلكؤات كثيرة بعمليات البناء موضوع انخفاض أسعار العقارات أصدقائي سيكون جيد فقط لمن لديه مال وفير ويريد شراء منزل بدون قرض مصرفي وكثيرين بألمانيا أصبحوا أثرياء يعني تاجروا بسوق العقار وأصبحوا أثرياء كأحد معارفي الذي أخذ قرض من المصرف قبل عام 2015 اشترى عمارة سكنية بها حوالي عشرة شقق كانت العمارة بسعر 900 ألف يورو والآن مستحيل أن تباع بأقل من ثلاثة أو أربعة أضعاف 900 يورو وحتى بدون أن تباع فهي تدر إيجارات وفيرة أيضا يقول التقرير أن أسعار العقارات المكتبية والمحلات انخفضت بشكل كبير يعني جدا وبشكل تم ملاحظته في هذا الجزء من العام فهل يتعين علي أن أسمي الخبر هو خبر سعيد أو خبر سار مثل ما يقول البعض بالقناة بالتعليقات أنت تنشر فقط الأخبار السيئة لا أسمي هذا الأمر خبر سعيد أصدقائي لأن انخفاض سعر إيجارات المحلات هو دلالة على شيء سيء كبير جدا يحصل بالمجتمع وبالبلاد وهو أن الناس أصبحت عندها أموال أقل وأصبحت تشتري أقل والمحلات التي انخفضت إيجاراتها أصبحت تدر أرباح أقل لأن الناس يعني بالوقت الحالي فقط تحوم حول محلات الملابس والمحلات بالمجمعات التجارية وقليلة هي نسبة الشراء الشيء الوحيد الذي يزدهر صدقوني هو الخضار والفواكه بسوق الأحد أو الخضار والفواكه والطعام والشراب بالسوبر ماركت عندما يتم عمل عروض عليه للأسف هذه هي الحقيقة التي لا يستطيع الكثير من سكان ألمانيا أو من الذين يريدون الهجرة لألمانيا أن يدركوها بعضهم يعتقدون أن ألمانيا هي نفس البلد المعجزة التجارية والازدهار الكبير الذي كان قبل عشرات السنين هذا الموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة